على الرغم من انه دايما نتمثل احنا وعن ناكل شوكولات وعن نشرب الكاكاو الا انه عدر كبير مننا ما بيعرف فوائد مسحوق الكاكاو على اش سامنا فخلينا نخبركم انه هذا المسحوق كثير مهم للصحة ات بتم استخراجه من خلال تحن البذور وازالة الدمون كما كان بالسابق يستخدم بالامور الطبية فحتى نعرف اكثر عن الكاكاو اكيد ما كان إلا غن نعمل الزيارة عند قصائيات التخذي ماريبال حرز فبرايكم ماريبال شو خبرتنا عن مسحوق الكاكاو نستخلص الكاكاو من النبات او من شجرة الكاكاو اللي عادة بتكون موجودة بالمناطق الاستوائية يعتبر الكاكاو فيه مكونات غذائية كتير اساسية فيتامينات ومعادن ودهون مفيدة للجسم ونسبة السكر الموجودة فيه هي تقريبا صفر ولكن لما نحنا نكون عم نستعمله مثلا مع الحليب مع الشوكولة الفيو كمية عالية من الحليب والسكر بيتحول لها البروداكت لمنتج غير صحي ومضر للصحة ولكن إذا عم ناخد الكاكاو الخام فهو مفيد جدا ونحن نكتشف اليوم شو الفوايد تبعه بداية حبة ماريبال صلت الدو على أهميته بتخفيف تقلصات الدورة الشهرية بالنسبة للأوجاع الكتير قوية بخلال الدورة الشهرية فينا نعتبر الكاكاو أنه بيحل هيدا الموضوع فينا نكون عم ناخد دارك تشوكلة أو شوكولات دايك من اللون ليحل هيدا المشكلة لأنه حسب الدراسات الكمية العالية من المانيازوم الموجودة فيه بتخفف من الألام بتخفف من التقلصات لعضلات الرحم وبالتالي بتخفف الألام مش بس ألام الدورة الشهرية ولكن الألام الموجودة مع مثل الألام الخسر الإجران أو الظهر فإذا فينا نكون عم نحلة بتناول شوكولات نوار أما المفاجئ فكان أنه مريبال خبرتنا أنه مصحو الكاكاو معقول يقلل من احتمالية الإصابة بالصمنة نحنا بنعرف أنه الشوكولات بينصح أو بيزيد الوزن ولكن المفاجئ أنه الكاكاو يعتبر من السناكات الكتير صحية وكتير مفيدة لأنه بتحتوي على كمية عالية من المعادن والفيتامينات بتعطينا طاقة كتير لنهارنا وبالمقابل كمية الدهون والسكر يلي بتزيد الوزن عنه غالبا كتير خفيفة ومعتديلة فإذا فينا نكون عم ناخد الكاكاو مثل مشروب صخن أو إذا أخدنا شوكولات بيور كاكاو هذا الشي ما رح يسبب بكتير من زيادة الوزن بل بالعكس إذا كان مصدر أنه نحس بالشبع هذا الشي كتير هيكون مفيد لألنا لأنه حنكون عم نتبع مثلا حمية غذائية ما عم ناخد سناكات كتير فيها وحدات حرارية ولكن عم تعطينا طاقة وشعور بالشبع فإذا ما رح نكون عم نتناول إشية تانية غير مفيدة للصحة فإذا الكاكاو عاكس ما بعضنا بيفتكر ما بينصيح ولكن بيساعد الأشخاص يلي عم تبع حمية وطبعا ماري بالتابعت بحديثة معنا وحب تخبرنا أنه مسحوق الكاكاو مهم للأشخاص اللي عندهم رابو وحساسية من الأشي اللي قليل اللي نحكي عنا لما نكون عم نحكي عن علاجات الربو والحساسية هو الكاكاو طبعا ولكن الكاكاو بيحتوي على مادتين أساسيتين سيوفيلين وسيوبرومين لهن أساسية وموجودين بكمية عالية بالكاكاو وهن بيخففوا من عوارد الحساسية والربو عند الصغار أو حتى عند الكبر فإذا مهم أنه نكون عم نتناول الكاكاو إذا منعاني من مشاكل بالربو أو الحساسية وبالنسبة لعليقة الكاكاو لصحة البشرة والأسنين هكالت لنا ماري بال وأثبتت الدراسات مؤخرا أنه الكاكاو كتير مفيد لصحة اللسة وصحة الأسنين لأنه بيحمي طبقة المينا اللي عنا إياها قونه بيحتوي على مادة البوليفينول يلي هو مفيد جدا لصحة الأسنين مش بس الأسنين أيضا اللسة والبشرة فإذا إذا نحن بيكون عم نحافظ على البشرة عنا مهم أنه نتناول كمية عالية من الكاكاو خلال نهارنا ونكون عم ناخده كأسناك لألنا وبختم حديثنا معا لماري بالحرب حبت تعطي بعض النصائح أنتناول مسحوق الكاكاو الكاكاو بيحتوي على كمية كتير عالية من مضادات الأكسدة وهذا الشيء كتير مفيد لجهاز المناعة عنا يعني فيه نكون عم ناخده كمشروب سخن عشية بركة أو خلال نهارنا كونه بيحارب كتير من الأمراض خاصة بفصل الشطة نحن بحاجة لنقو المناعة ومع موجود الفيروسات والبكتيريا مهم أنه نكون عم ناخد الكاكاو أيضا كونه بيحتوي على مضادات للأكسدة فهو مفيد جدا لصحة البشرة لصحة الجهاز الهضمي جهاز التنفسي فمهم أنه نكون عم نتناول الكاكاو